بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا أهلا وسهلا ومرحبا بالرائعين والرائعات من أبنائي وبنات الصف الثاني الابتدائي أسعد بلقياكم في درس جديد من دروسي مهدة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الثاني الابتدائي قسم القرآن الكريم وأرحب بكم في مطلع هذا الدرس أجمل ترحيب وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولا الصف أو المرحلة الثاني الابتدائي الفصل الدراسي الثاني والمادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والموضوع الدرس سورة الأعلى من الآية التاسعة إلى الآية الثالثة عشر نريد أن نقرأها استعدادا لحفظها وإلى أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها أولا أن يحفظ الطالب أو الطالبة الآيات من الآية التاسعة إلى الآية الثالثة عشر من سورة الأعلى حفظا متقنا أيضا أن يقرأ الطالب الكلمات التالية فذكر الأشقى ويتجنبها إن نفعتي قراءة صحيحة أيضا أن يفرق الطالب أو الطالبة بين أل الشمسية والقمرية أيضا أن يشدد الطالب أو الطالبة النون في كلمة النار هذه بعض أهدافنا التي نسعى للوصول إليا وإلى تحقيقها أنا وإياكم بإذن الله تعالى ولكن كيف أضبط حفظي وكيف يكون حفظي متقنا لا شك أن هذا السؤال يدور في أذهاننا دائما كيف أضبط حفظي هناك أمور لا بد من مراعاتها أول هذه الأمور وأهم هذه الأمور الصبر لا بد أن أصبر بالصبر تنال الأمور الثمينة أي شيء ثمين لا ينال إلا بالصبر وبالتالي علينا أن نصبر وأن نجلس لحفظ كتاب الله تعالى وهذا الوقت الذي نجلسه مأجورون عليه وتأتينا الحسنات العظيمة إذا نحن أخلصنا لله جل وعلا أيضا أن أكرر المقطع المراد حفظه أيضا أن أربط بين المقطع الجديد والقديم حتى لا يكون هناك فاصل بين المقطعين أيضا أن أعرض حفظي على غيري أقرأ على المعلم أو المعلمة أو على الوالدين أو ألا أي شخص متقن لقراءة القرآن حتى يصحح أخطاء إن كان هناك أخطاء وينبهني إلى الطريقة الصحيحة في التلاوة هذه بعض الأمور المهمة ألا شك أنكم الآن قد تهيأتم لهذا الدرس أليس كذلك؟ هل توضعتم؟ رائع هل أحضرتم مصاحفكم؟ ممتاز هل توجهتم للمكان المناسب البعيد عن التشويش والإزعاج والضوضاء؟ رائع جدا إذن أنتم الآن على أهبة الاستعداد لبدء الدرس وكعادتنا دائما نبدأ بمراجعة الدرس القديم فهل أنتم مستعدون؟ وهل حفظتموه؟ ممتاز ممتاز جدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى ما شاء الله عليكم ما شاء الله أحسنتم بارك الله فيكم شكرا لكم على هذا الحفظ المتقن وبعد أن قرأنا المقطع السابق دعونا الآن ندقق النظر في بعض كلمات مقطع اليوم فهل أنتم مستعدون؟ بارك الله فيكم هذه بعض الكلمات لمقطع اليوم حاولوا أن تقرأوا هذه الكلمة حاولوا أن تقرأوا هذه الكلمة رائع أحسنتم فذكر فذكر جميل فذكر هذه الكلمة من يقرأها؟ الأش أحسنتم الأشقى الأشقى هذه الكلمة وننتبه للتشديد على النون ممتاز ويتجن لاحظتم النون كيف أنطقها ويتجنبها لاحظوا كيف أنطق النون ويتجنبها ويتجنبها لاحظتم؟ نعطيها حقها إن نفعت إن نفعت إن نفعت إن نفعت أحسنتم أما الآن فسننصت لتلاوة الآيات طلبا لنزول الرحمات لأن ربنا جل وعلا يقول وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا أحسنتم أحسنتم بارك الله فيكم أشكركم على هذا التركيز وعلى هذه المتابعة أيها المتعلقون والمتعلقات الآن سأقرأ هذه الآيات قراءة فردية ثم بعد ذلك نقرأها القراءة الترديدية التي تعودنا عليها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا رددوا معي الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم فذكر نفعت يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا عيد فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا أعيد ها للمرة الأخيرة فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب هالأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا أحسنتم مبارك الله فيكم دعونا الآن ندقق النظر في بعض الكلمات لننظر ما فيها من مهارات تابعوا معي الآن ما نوع ال هنا انظروا لاحظوا ال هنا ما نوعها الأولى عندنا ثلاث كلمات الكلمة الأولى هل هي قمرية أم شمسية أحسنتم هي شمسية كيف عرفنا وجود هذه الشدة بعد ال دليل على أنها شمسية 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 الشمسية تكتب وتنطق أم تكتب ولا تنطق تكتب ولا تنطق إذن قلنا الذكرى لم نقل الذكرى وإنما قلنا الذكرى هنا ما نوع ال هنا هل هي شمسية أم قمرية أحسنتم شمسية لوجود الشدة إذن نقول شمسية شمسية هذه هل هي شمسية أيضا لا ليست شمسية أحسنتم هذه قمرية تكتب وتنطق تكتب وتنطق أحسنتم مبارك الله فيكم لاحظوا الحرف الساكن هنا كيف ننطق الحرف الساكن دائما الحرف الساكن مع الحرف الذي قبله يشكل مقطعا صوتيا واحدا نقول يخ يخ يخشى يخشى هنا يح يح يحيا إذن ننتبه للحرف الساكن أما الآن فسنستمع لتلاوة الآيات طلبا لنزول الرحمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا ثم لا يموت فيها ولا يحيا فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا أشكركم 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 على هذا التركيز وعلى هذه المتابعة أيها المتعلقون والمتعلقات نختم بقراءة هذه الآيات قراءة ترديدية فرددوا معي الآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا أحسنتم مبارك الله فيكم نتذكر دائما أن حينما ننتهي من قراءة القرآن فإننا نغلق المصحف ونعيده إلى المكان المناسب واللاقي به أشكركم حقيقة على هذا التجاوب وعلى هذا التفاؤل وعلى هذا الإنصات وعلى هذا الحماس بارك الله فيكم وأسعدكم ووفقكم في الدنيا والآخرة ألقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد وأنتم ونحن في خير وعلى خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته